خلال الساعات الماضية أعلن الرئيس السوري بشار الأسد تكليف محمد الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة حكومة حسين عرنوس التي استمرت تقريباً أربع سنوات فمن هو محمد الجلالي؟ ولماذا وضع اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية؟ وكالة الأنباء السورية سانا نشرت أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً كلف من خلاله محمد غاز الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة جاء ذلك بعد أربع وعشرين ساعة من مشاورات الأسد مع القيادة المركزية لحزب البعث السوري بصفته الأمين العام للحزب حيث تناقش حول تكليف رئيس من مجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة حيث يعتبره مجلس الوزراء الحالي بمنزلة حكومة تصريف أعمال وبحكم المستقيلة ويتولى حسين عرنوس وزير الموارد المائية السابق رئاسة الحكومة الحالية والتي كلفه بها بشار الأسد في عام 2020 خلفاً للرئيس السابق عماد خميس الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات ورغم فشل حكومة عرنوس في إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التدور في البلاد مع استمرار معاناة السوريين من أزمات عدة أعاد بشار الأسد تكليف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة في عام 2021 بعد شهرين من الانتخابات الرئاسية وبدء الولاية الرابعة لبشار الأسد وحول محمد غاز الجلال المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فأشارت التقارير الإعلامية إلى مهندس ووزير سابق تولى العديد من المناصب في حكومة النظام السوري حيث كان وزيرا للاتصالات من عام 2014 إلى 2016 كما عمل في مجال إدارة البريد والمواصلات الطرقية في عام 2023 تولى منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة كما عمل أيضا مستشار وخبير في العديد من الأعمال لمصلحة القطاعين العام والخاص في سوريا ومع تردد اسم الجلال بعد إعلان الأسد عن توليه تشكيل الحكومة الجديدة كشفت التقارير أنه يخضع العقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 حيث إن اسمه جاء بين 12 وزيرا شملتهم هذه العقوبات بتهمة ضلوعه في أعمال القمع والوقائع ضد الإنسانية التي مارسها النظام السوري ضد السكان المدنيين وتضمنت العقوبات الأوروبية ضد الجلال تجميد الأصول وحضر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وقامت دولة سويسرا أيضا بفرد عقوبات مماثل عليه باعتباره وزيرا سابقا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سوريا ومسؤولا حكوميا يتحمل جزءا من المسؤولية عن الوقائع الكبرى التي اتكبها النظام السوري لحق المواطنين وحول نشأته ودراسته فولد الجلال في العاصمة دمشق حصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992 ودرجة الدكتوراه في إدارة المشروعات من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2000